تستعد الرياض لاستضافة القمة العربية الإفريقية الخامسة والقمة السعودية الإفريقية التي ستنعقد في الحادي عشر من نوفمبر القادم بالمملكة العربية السعودية وتعتبر شاد ضيفة في هاتين القمتين بعد أن تسلمت رسميا دعوة المملكة العربية السعودية التي بعث بها الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود عبر السافير السعودي لدى البلاد سعادة عامر بن علي الشهري إلى رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نوف وانتهز السافير السعودي لدى البلاد الفرصة لمناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية شات أما رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نوف فقد أشاد بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وبلاده وبحسب السافير السعودي لدى البلاد فإن البلدين الشقيقين تتمتعان بعلاقات ودية وأخوية وطيضة تشرفت اليوم بلقاء الرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيت نوف ونقلت له تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود وتحيات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود كما تشرفت بتسليمه الدعوة الموجهة إلى فخامته من سيدي خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة العربية الأفريقية التي ستعقد في مدينة رياض في يوم 11 نوفمبر إن شاء الله كما تم خلال اللقاء أيضا مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات هزاوة قد تطرق اللقاء إلى أجندة القمة واهتمامها بتثمين العلاقات بين إفريقيا والعالم العربي من جهة والمملكة العربية السعودية وإفريقيا من جهة أخرى